في قلب مدينة روما كانت الشمس تشرق على شوارع المدينة القديمة بينما كانت المحققة أليساندرا تستعد ليوم عمل جديد في قسم مكافحة المخدرات كانت أليساندرا معروفة بذكائها وشغفها بالعدالة لكنها كانت تشعر بأن هناك شيئاً غير طبيعي يحدث في المدينة التقارير عن زيادة نشاط عصابات المخدرات كانت تتوالى وكلما حاولت التحقيق كانت الأمور تزداد تعقيداً أثناء عملها تلقت أليساندرا معلومات عن عصابة سرية يقودها رجل يدعى ماركو كان ماركو شخصية غامضة لم يشاهد كثيراً ولكن اسمه كان يخيف حتى أكبر تجار المخدرات قررت أليساندرا أن تتعقب أثره ولكنها لم تكن تعلم أن هذا القرار سيغير حياتها إلى الأبد في تلك الأثناء كانت هناك تقارير عن عمليات تهريب للمخدرات في الشوارع الخلفية لروما أليساندرا كانت مصممة على تفكيك الشبكة وبدأت في جمع الأدلة التي ستقودها إلى ماركو وعصابته لكن القلق بدأ يتسرب إلى قلبها فهل ستكون قادرة على مواجهة هذا العدو الغامض؟ بينما كانت أليساندرا تراقب أحد المواقع المشبوهة صادفت أحد أفراد العصابة كان رجلا وسيما وذكيا لكن نظرته كانت تعكس قسوة العالم الذي ينتمي إليه أدركت أنها على وشك مواجهة ماركو وعندما اقترب منها شعرت بدقات قلبها تتسارع كان لديها شعور غريب بأنها تعرفه من مكان ما ماركو بعدما لاحظ اهتمام أليساندرا بدأ يتحدث معها بأسلوب جذاب كان لديه قدرة غريبة على سحر من حوله وأليساندرا وجدت نفسها مغرمة به رغم معرفتها بخطورة الوضع بدأت تتساءل إذا كان بإمكانها استخدام مشاعرها لصالحها في التحقيق مع مرور الأيام بدأت أليساندرا تتقرب أكثر من ماركو مما جعلها تفقد التركيز على مهمتها كانت تشعر بجاذبية قوية انتجاهه لكن في كل مرة كانت تلتقي به كانت تشعر بالذنب لأنها تعرف أنه مجرم هل ستتمكن من الاحتفاظ بمبادئها أم ستقع في فخ الحب؟ في أحد الأيام دعاها ماركو إلى حفلة سرية في فيلا فاخرة كانت أليساندرا مترددة لكنها قررت الذهاب معتقدة أن هذا سيكون فرصة للحصول على معلومات عند وصولها كانت الأجواء مشحونة والموسيقى تعزف بأعلى صوت رأت أصدقاء ماركو جميعهم من رجال العصابة وكانت تعرف أن وجودها هنا يمثل خطرا ماركو استقبلها بحفاوة وبدأت الأحاديث تتدفق بينهما شعرت أليساندرا أنها في عالم مختلف عالم مليء بالثروة والقوة ومع ذلك كان هناك شيئا يدور في الخلفية بينما كانت تحاول جمع المعلومات بدأت تدرك أنها تتعرض للخداع وأن حبها لماركو قد يجعلها ضحية في لعبة أكبر مع مرور الوقت وجدت أليساندرا نفسها تنجذب أكثر إلى عالم ماركو بدأت تشعر بأنها جزء منه مما زاد من تعقيد مشاعرها هل تستطيع أن توازن بين واجبها كشرطية ومشاعرها تجاه الرجل الذي تعلقت به؟ أليساندرا وجدت نفسها غارقة في عالم ماركو بدأت تتبنى أسلوب الحياة الذي يعيشه وشاركت في بعض الأنشطة معتقدة أنها تستطيع السيطرة على الوضع لكن كلما اقتربت منه زاد تعقيد الأمور كانت تشعر بأنها تفقد هويتها وأنها تبتعد عن شغفها بالعدالة ماركو بدأ في إظهار جوانب من شخصيته لم ترها من قبل كانت هناك لحظات من الضعف لكنها أيضا شهدت قسوته بدأت تتساءل إذا كانت قادرة على تغيير طبيعة الرجل الذي أحبته أو إذا كانت ستصبح ضحية لمشاعره مع تصاعد التوترات بين العصابة والشرطة بدأت أليساندرا تشعر بالخطر يقترب كانت تعرف أنها تلعب بنار وأن أي خطأ يمكن أن يكلفها حياتها لكنها لم تستطع الابتعاد فالحب كان يسيطر على عقلها وقلبها ذات ليلة أثناء حفل كبير تلقت أليساندرا معلومات عن مداهمة محتملة من الشرطة شعرت برغبة في إخبار ماركو لكنها كانت تعرف أن هذا قد يكشف حقيقتها قررت أن تواجه الموقف ولكن عندما أخبرت ماركو كان رد فعله عنيفا اتهمها بالخيانة وبدأت تدرك أن الثقة التي كانت تعتقد أنها بنيت بينهما كانت هشة ماركو قرر أن يستغل مشاعرها وأمرها بالبقاء ضمن العصابة كانت أليساندرا في حالة من الارتباك حيث بدأت تشعر بأن حبها قد يقودها إلى الدمار لكن عندما كانت في حضرة ماركو كان من الصعب أن ترفضه مع مرور الأيام بدأت أليساندرا تشعر بأنها محاصرة كانت تحاول أن تجد مخرجا ولكن كلما حاولت زادت الأمور تعقيدا كانت تعرف أن عليها اتخاذ قرار حاسم لكن قلبها كان يميل نحو ماركو حتى مع كل الأخطار المحيطة بها ذات ليلة أثناء حفل كبير تلقت أليساندرا معلومات عن مداهمة محتملة من الشرطة شعرت برغبة في إخبار ماركو لكنها كانت تعرف أن هذا قد يكشف حقيقتها قررت أن تواجه الموقف ولكن عندما أخبرت ماركو كان رد فعله عنيفا اتهمها بالخيانة وبدأت تدرك أن الثقة التي كانت تعتقد أنها بنيت بينهما كانت هشة ماركو قرر أن يستغل مشاعرها وأمرها بالبقاء ضمن العصابة كانت أليساندرا في حالة من الارتباك حيث بدأت تشعر بأن حبها قد يقودها إلى الدمار لكن عندما كانت في حضرة ماركو كان من الصعب أن ترفضه مع مرور الأيام بدأت أليساندرا تشعر بأنها محاصرة كانت تحاول أن تجد مخرجا ولكن كلما حاولت زادت الأمور تعقيدا كانت تعرف أن عليها اتخاذ قرار حاسم لكن قلبها كان يميل نحو ماركو حتى مع كل الأخطار المحيطة بها في المواجهة النهائية كانت أليساندرا مستعدة لمواجهة ماركو كان كل شيء متوترا وكان هناك شعور بالعواصف في الهواء عندما وقفت أمامه شعرت بالقوة تتدفق في عروقها كانت تعرف أنها لم تعد تلك المرأة الضعيفة التي كانت في بداية القصة ماركو الذي كان يعتقد أنه قد سيطر عليها شعر بالقلق كان يدرك أن أليساندرا قد تغيرت وأنها لم تعد خائفة منه في تلك اللحظة قررت أليساندرا أن تكشف له كل شيء وأن تسلط الضوء على ظلمه تدور الأحداث بسرعة وعندما بدأت الشرطية في إلقاء القبض على العصابة أدرك ماركو أنه فقد السيطرة على الأمور لكن بدلا من الاستسلام اتخذ قرارا متهورا مما أدى إلى تصاعد التوترات بشكل كبير هل ستنجح أليساندرا في القبض عليه أم ستقع ضحية لحبه المميت مع تصاعد الأحداث قرر ماركو أن يتحرك بسرعة بدأ يخطط لقتل أليساندرا معتقدا أنها أصبحت خطرا كبيرا عليه بينما كانت أليساندرا تستعد لمواجهة كانت تشعر بأن النهاية تقترب في اللحظة الحاسمة واجهت أليساندرا ماركو وقلبها يتألم من الألم والخيانة كانت تعرف أنها يجب أن تتخذ قرارا حاسما هل ستعطيه فرصة للهرب أم ستقوم بعملها كشرطية عندما جاء وقت الحسم كان ماركو على وشك إطلاق النار عليها ولكن تدخلت الشرطة في اللحظة المناسبة تم القبض على ماركو لكن الثمن كان باهظا أليساندرا التي كانت قد اختارت أن تكون جزءا من العالم المظلم وجدت نفسها في قفص الاتهام وهي تتساءل عن الخيارات التي اتخذتها بعد القبض على ماركو وجدت أليساندرا نفسها في وضع صعب كانت متهمة بالتواطئ مع العصابة حتى مع الأدلة التي قدمتها ضدهم كانت تحارب من أجل إثبات براءتها ولكن كل شيء كان يبدو في غير صالحها في قاعة المحكمة كانت الأضواء تسلط عليها وكانت تشعر بأن الجميع ينظر إليها بشك أثناء المحاكمة بدأت الشائعات تنتشر حول علاقتها مع ماركو كان هناك من يعتقد أنها كانت تحبه حقا وأنها كانت جزءا من خطته بينما كانت تحاول الدفاع عن نفسها شعرت بالضغط يتزايد كانت تعرف أن عليها أن تثبت أنها لم تكن مجرد أداة في يد ماركو بل كانت تسعى لتحقيق العدالة في تلك الأثناء بدأت أليساندرا في جمع الأدلة التي تدعم قضيتها اتصلت بزملائها في الشرطة وطلبت منهم مساعدتها في كشف الحقيقة كانت مصممة على أن تبرهن للجميع أنها لم تكن خائنة بل كانت تحارب من أجل العدالة أليساندرا بدأت في استجواب الشهود الذين كانوا يعرفون ماركو وعصابته كانت تأمل أن تجد شخصا يمكنه أن يشهد لصالحها في أحد الأيام قابلت رجلا كان قد شهد على بعض الأنشطة المشبوهة للعصابة كان خائفا لكنه وافق على مساعدتها مع مرور الوقت بدأت أليساندرا في تجميع الأدلة التي تثبت أن ماركو كان يستخدمها كغطاء لأعماله الإجرامية كانت تشعر بأن الأمل بدأ يعود إليها ولكنها كانت تعرف أن الطريق لا يزال طويلا كانت بحاجة إلى إثبات أن ماركو كان هو من خطط لكل شيء وأنها لم تكن سوى ضحية بينما كانت تعمل على قضيتها بدأت تشعر بأن هناك من يراقبها كانت تشعر بالخطر يقترب ولكنها كانت مصممة على المضي قدما لم يكن بإمكانها الاستسلام الآن مع اقتراب موعد المحاكمة بدأت الشكوك تتزايد حول أليساندرا كان هناك من يعتقد أنها كانت متواطئة مع ماركو وأنها كانت تلعب دورا أكبر مما ادعت كانت تشعر بالضغط يتزايد وكانت بحاجة إلى إثبات براءتها بسرعة في أحد الاجتماعات مع زملائها في الشرطة بدأت تتحدث عن الأدلة التي جمعتها لكن بعضهم كان مترددا في تصديقها كانوا يرونها كشرطية لكنهم لم يستطيعوا تجاهل الشائعات التي كانت تتداول حولها كانت تشعر بالوحدة ولكنها كانت مصممة على عدم الاستسلام أثناء بحثها عن الحقيقة اكتشفت أن هناك شخصا آخر كان يعمل مع ماركو كان هذا الشخص يعرف الكثير عن الأنشطة الإجرامية للعصابة وكان بإمكانه أن يكون الشاهد الذي تحتاجه لكن كان عليها أن تجد طريقة للتواصل معه دون أن تثير الشكوك قررت أليساندرا أنها بحاجة إلى خطة جريئة اتصلت برجل الشاهد الذي اكتشفته وطلبت منه أن يلتقي بها في مكان آمن كانت تعرف أن هذا قد يكون خطرا ولكنها كانت مستعدة للمخاطرة عندما التقيا بدأ الرجل في سرد تفاصيل الأنشطة الإجرامية للعصابة كان لديه معلومات قيمة يمكن أن تساعد أليساندرا في إثبات براءتها لكن بينما كانوا يتحدثون شعرت أليساندرا بأن هناك من يراقبهم كان عليها أن تتصرف بسرعة قررت أن تأخذ الرجل إلى مكان آمن حيث يمكنهما التحدث بحرية لكن في طريقهما تعرضا لهجوم من رجال العصابة كانت أليساندرا في حالة من الذعر لكنها كانت مصممة على حماية الشاهد استخدمت كل مهاراتها كشرطية لمواجهة الموقف بعد الهجوم أدركت أليساندرا أنها لا تستطيع الهروب من ماضيها كانت بحاجة إلى مواجهة مشاعرها تجاه ماركو كانت تحاول أن تفهم لماذا جذبت إليه رغم كل ما فعله كانت تشعر بالذنب ولكنها كانت تعرف أنها لم تكن الوحيدة المسؤولة في لحظة من التأمل بدأت تتذكر اللحظات الجميلة التي قضتها مع ماركو كانت تلك اللحظات مليئة بالسعادة ولكنها كانت أيضا مليئة بالخداع أدركت أنها كانت تعيش في وهم وأن الحب الذي شعرت به كان مجرد غطاء لشيء أكثر ظلمة قررت أليساندرا أنها بحاجة إلى إغلاق هذا الفصل من حياتها كانت مصممة على عدم السماح لمشاعرها بأن تعيقها مرة أخرى كان عليها أن تركز على هدفها إثبات براءتها وكشف الحقيقة مع اقتراب موعد المحاكمة بدأت أليساندرا تشعر بأنها قد تحولت كانت أكثر قوة وثقة من أي وقت مضى كانت تعرف أنها بحاجة إلى مواجهة كل من شكك فيها وأن تثبت أنها ليست مجرد ضحية عندما دخلت قاعة المحكمة كانت تشعر بالقوة تتدفق في عروقها كانت مستعدة لمواجهة كل التحديات بدأت في تقديم الأدلة التي جمعتها وبدأت في استجواب الشهود كانت تعرف أن هذه هي فرصتها لإثبات براءتها بينما كانت تتحدث بدأت تشعر بأن الجميع بدأ يستمع إليها كانت تعبر عن مشاعرها بصدق وكانت تعرف أن هذه اللحظة كانت حاسمة كانت مصممة على عدم الاستسلام وأن تقاتل من أجل العدالة أليساندرا بدأت في استجواب الشهود الذين كانوا يعرفون ماركو وعصابته كانت تأمل أن تجد شخصا يمكنه أن يشهد لصالحها في أحد الأيام قابلت رجلا كان قد شهد على بعض الأنشطة المشبوهة للعصابة كان خائفا لكنه وافق على مساعدتها مع مرور الوقت بدأت أليساندرا في تجميع الأدلة التي تثبت أن ماركو كان يستخدمها كغطاء لأعماله الإجرامية كانت تشعر بأن الأمل بدأ يعود إليها ولكنها كانت تعرف أن الطريق لا يزال طويلا كانت بحاجة إلى إثبات أن ماركو كان هو من خطط لكل شيء وأنها لم تكن سوى ضحية بينما كانت تعمل على قضيتها بدأت تشعر بأن هناك من يراقبها كانت تشعر بالخطر يقترب ولكنها كانت مصممة على المضي قدما لم يكن بإمكانها الاستسلام الآن مع اقتراب موعد المحاكمة بدأت الشكوك تتزايد حول أليساندرا كان هناك من يعتقد أنها كانت متواطئة مع ماركو وأنها كانت تلعب دورا أكبر مما ادعت كانت تشعر بالضغط يتزايد وكانت بحاجة إلى إثبات براءتها بسرعة في أحد الاجتماعات مع زملائها في الشرطة بدأت تتحدث عن الأدلة التي جمعتها لكن بعضهم كان مترددا في تصديقها كانوا يرونها كشرطية لكنهم لم يستطيعوا تجاهل الشائعات التي كانت تتداول حولها كانت تشعر بالوحدة ولكنها كانت مصممة على عدم الاستسلام أثناء بحثها عن الحقيقة اكتشفت أن هناك شخصا آخر كان يعمل مع ماركو كان هذا الشخص يعرف الكثير عن الأنشطة الإجرامية للعصابة وكان بإمكانه أن يكون الشاهد الذي تحتاجه لكن كان عليها أن تجد طريقة للتواصل معه دون أن تثير الشكوك قررت أليساندرا أنها بحاجة إلى خطة جريئة اتصلت برجل الشاهد الذي اكتشفته وطلبت منه أن يلتقي بها في مكان آمن كانت تعرف أن هذا قد يكون خطرا ولكنها كانت مستعدة للمخاطرة عندما التقيا بدأ الرجل في سرد تفاصيل الأنشطة الإجرامية للعصابة كان لديه معلومات قيمة يمكن أن تساعد أليساندرا في إثبات براءتها لكن بينما كانوا يتحدثون شعرت أليساندرا بأن هناك من يراقبهم كان عليها أن تتصرف بسرعة قررت أن تأخذ الرجل إلى مكان آمن حيث يمكنهما التحدث بحرية لكن في طريقهما تعرضا لهجوم من رجال العصابة كانت أليساندرا في حالة من الذعر لكنها كانت مصممة على حماية الشاهد استخدمت كل مهاراتها كشرطية لمواجهة الموقف مع اقتراب موعد المحاكمة بدأت أليساندرا تشعر بأنها قد تحولت كانت أكثر قوة وثقة من أي وقت مضى كانت تعرف أنها بحاجة إلى مواجهة كل من شكك فيها وأن تثبت أنها ليست مجرد ضحية عندما دخلت قاعة المحكمة كانت تشعر بالقوة تتدفق في عروقها كانت مستعدة لمواجهة كل التحديات بدأت في تقديم الأدلة التي جمعتها وبدأت في استجواب الشهود كانت تعرف أن هذه هي فرصتها لإثبات براءتها بينما كانت تتحدث بدأت تشعر بأن الجميع بدأ يستمع إليها كانت تعبر عن مشاعرها بصدق وكانت تعرف أن هذه اللحظة كانت حاسمة كانت مصممة على عدم الاستسلام وأن تقاتل من أجل العدالة بينما كانت أليساندرا تقدم قضيتها بدأت تشعر بالخطر يقترب كانت تعرف أن العصابة لن تتردد في الانتقام منها كانت تشعر بأنهم يراقبونها وأنهم سيحاولون إيقافها بأي ثمن في أحد الأيام تلقت تهديدا عبر الهاتف كان صوتا غامضا يحذرها من التحدث أكثر كانت تشعر بالخوف ولكنها كانت مصممة على عدم الاستسلام كانت تعرف أن عليها أن تستمر في القتال حتى لو كان ذلك يعني مواجهة خطر كبير قررت أن تأخذ احتياطات إضافية بدأت في العمل مع زملائها في الشرطة لحمايتها كانت تعرف أن الوقت قد حان لتكون أكثر حذرا وأن تحمي نفسها من أي خطر محتمل في اليوم التالي كانت أليساندرا مستعدة لمواجهة كل ما يأتي في طريقها كانت تشعر بالشجاعة تتدفق في عروقها وكانت مصممة على عدم السماح للخوف بأن يسيطر عليها عندما دخلت قاعة المحكمة كانت تعرف أن هذه هي فرصتها الأخيرة بدأت في تقديم الأدلة والشهادات وكانت تتحدث بثقة كانت تعرف أن كل كلمة تقولها قد تكون حاسمة بينما كانت تتحدث بدأت تشعر بأن الجميع بدأ يستمع إليها بجدية عندما جاء وقت استجواب الشهود كانت أليساندرا مستعدة بدأت في طرح الأسئلة وكانت تعرف أن هذه هي اللحظة التي ستحدد مصيرها كانت تشعر بالقوة وكانت مصممة على تحقيق العلالة بينما كانت أليساندرا تقدم قضيتها حدث شيء غير متوقع اندلعت فوضى في قاعة المحكمة عندما اقتحم رجال العصابة المكان كانت الأجواء مشحونة وبدأ الجميع في الهروب أليساندرا شعرت بالخوف لكنها كانت مصممة على عدم الاستسلام استخدمت كل مهاراتها كشرطية لمواجهة الموقف بدأت في توجيه الناس للخروج بأمان بينما كانت تحاول حماية الشهود في خضم الفوضى واجهت ماركو مرة أخرى كان يبدو غاضباً وبدأ في تهديدها لكن أليساندرا كانت مستعدة استخدمت كل ما تعلمته لمواجهة التهديد وكانت تعرف أن هذه هي فرصتها الأخيرة في خضم الفوضى حدثت مواجهة حاسمة بين أليساندرا وماركو كان هناك صراع عنيف وكانت الأجواء مشحونة بالتوتر بينما كانت تحاول السيطرة على الموقف شعرت بأن كل شيء يتجه نحو النهاية المظلمة ماركو الذي كان يعتقد أنه قد انتصر بدأ في تهديدها بشكل مباشر لكن أليساندرا كانت مصممة على عدم الاستسلام استخدمت كل قوتها وشجاعتها لمواجهة ماركو وكانت تعرف أن هذه هي فرصتها لإنهاء كل شيء في لحظة حاسمة تمكنت من السيطرة على الموقف استخدمت مهاراتها كشرطية لتقييد ماركو بينما كانت الشرطة تتدخل لإنقاذ الموقف كانت تعرف أن النهاية قد اقتربت ولكن الثمن كان باهضاً بعد القبض على ماركو بدأت أليساندرا في البحث عن العدالة كانت تعرف أن الأمور لن تكون سهلة وأنها ستواجه تحديات جديدة لكن كانت لديها العزيمة والإصرار على إثبات براءتها وكشف الحقيقة بدأت أليساندرا في العمل مع محاميها لجمع الأدلة اللازمة لدعم قضيتها كانت تتواصل مع الشهود الذين كانوا مستعدين للإدلاء بشهاداتهم ضد ماركو وعصابته كانت تأمل أن يتمكنوا من تقديم معلومات حاسمة تثبت أنها لم تكن متواطئة في تلك الأثناء كانت أليساندرا تشعر بالقلق من ردود فعل العصابة كانت تعرف أنهم لن يترددوا في الانتقام منها وكانت بحاجة إلى حماية إضافية بدأت الشرطة في توفير الحماية لها ولكنها كانت تشعر بأن الخطر لا يزال يحيط بها أن هذه هي فرصتها الأخيرة لإثبات براءتها عندما دخلت قاعة المحكمة كانت الأضواء تسلط عليها وكانت تشعر بأن كل الأنظار تتجه نحوها بدأت المحاكمة وكانت أليساندرا تقدم الأدلة والشهادات كانت تتحدث بثقة ولكنها كانت تعرف أن العصابة لا تزال تهددها في لحظة حاسمة تم استدعاء الشاهد الذي كان لديه معلومات حاسمة عن ماركو كان هذا الشاهد هو الشخص الذي قابلته في وقت سابق وكان مستعداً للإدلاء بشهادته عندما بدأ الشاهد في الحديث كانت أليساندرا تشعر بالأمل يتجدد كانت كلماته تدعم قضيتها وتظهر أنها لم تكن متواطئة لكن فجأة انقطع الحديث عندما اقتحم رجال العصابة قاعة المحكمة مرة أخرى مما أدى إلى حالة من الفوضى في خضم الفوضى كانت أليساندرا تواجه خطراً كبيراً بينما كانت تحاول حماية الشاهد شعرت بأن الأمور تتجه نحو النهاية كان هناك صراع عنيف وبدأت تشعر بأن كل شيء قد ينهار في تلك اللحظة تذكرت أليساندرا كل ما مرت به كانت تتذكر اللحظات الجميلة مع ماركو ولكنها كانت تعرف أنها بحاجة إلى المضي قدماً كانت تشعر بالحزن ولكنها كانت مصممة على عدم السماح لمشاعرها بأن تعيقها مرة أخرى عندما انتهت الفوضى تم القبض على رجال العصابة ولكن الثمن كان باهضاً كانت أليساندرا تشعر بالفراغ حيث فقدت جزءاً من نفسها في هذه المعركة كانت بحاجة إلى الوقت لتتعافى ولكنها كانت تعرف أنها بحاجة إلى المضي قدماً بعد انتهاء المحاكمة بدأت أليساندرا في إعادة بناء حياتها كانت تعرف أن الأمور لن تكون سهلة ولكنها كانت مصممة على البدء من جديد بدأت في العمل على قضايا جديدة وكانت تشعر بأن لديها فرصة لإحداث فرق في تلك الأثناء بدأت أليساندرا في التواصل مع أصدقائها وعائلتها كانت بحاجة إلى دعمهم وكانت تعرف أن لديها شبكة من الأشخاص الذين يهتمون بها بدأت في استعادة ثقتها بنفسها وكانت تشعر بأن الحياة تعود إليها مع مرور الوقت بدأت أليساندرا في استكشاف اهتمامات جديدة كانت تحضر ورش عمل وتشارك في أنشطة اجتماعية مما ساعدها على التعافي من الصدمات التي مرت بها كانت تشعر بأن لديها فرصة جديدة لبناء حياة أفضل بينما كانت أليساندرا تستعيد حياتها بدأت تواجه عواقب أفعالها كانت تتلقى رسائل من أشخاص يتاهمونها بالخيانة وكانت تشعر بالضغط يتزايد لكن بدلاً من الاستسلام قررت أن تواجه هذه التحديات بدأت أليساندرا في التحدث علناً عن تجربتها كانت تشارك قصتها مع الآخرين وتأمل أن تلهمهم للقتال من أجل العدالة كانت تعرف أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من نفس الصراعات وكانت ترغب في مساعدتهم مع مرور الوقت بدأت أليساندرا في بناء سمعة جديدة كمدافعة عن العدالة كانت تشارك في حملات توعية وتعمل مع منظمات غير ربحية مما ساعدها على استعادة ثقتها بنفسها بعد كل ما مرت به كانت أليساندرا بحاجة إلى السلام الداخلي بدأت في ممارسة التأمل واليوغا مما ساعدها على تهدئة عقلها كانت تعرف أن الحياة مليئة بالتحديات ولكنها كانت مصممة على مواجهة كل ما يأتي في طريقها في أحد الأيام جلست أليساندرا في حديقة جميلة تتأمل في كل ما حدث كانت تشعر بالامتنان لكل التجارب التي مرت بها حتى الصعبة منها كانت تعرف أنها أصبحت أقوى بفضل تلك التجارب بدأت أليساندرا في كتابة مذكراتها حيث كانت تعبر عن مشاعرها وأفكارها كانت تأمل أن تساعد قصتها الآخرين على فهم أهمية القوة والشجاعة في مواجهة التحديات مع مرور الوقت بدأت أليساندرا تشعر بأنها مستعدة لبدء فصل جديد في حياتها كانت تعرف أن الحياة مليئة بالفرص وكانت مصممة على استغلال كل لحظة بينما كانت تنظر إلى الأفق شعرت بالأمل يتجدد في تلك اللحظة أدركت أن كل ما مرت به كان جزءا من رحلتها كانت تعرف أن لديها القدرة على تغيير حياتها وأنها قادرة على مواجهة أي تحدي يأتي في طريقها كانت تشعر بأن المستقبل يحمل لها الكثير من الفرص بينما كانت تستعد لمواجهة ما هو قادم كانت أليساندرا تعرف أنها ليست وحدها كانت محاطة بأشخاص يحبونها ويدعمونها وكانت تشعر بالامتنان لكل لحظة كانت النهاية مفتوحة ولكنها كانت مستعدة لكتابة قصتها الخاصة قصة مليئة بالأمل والشجاعة